العالم ما بيتعدلش احنا كعرب عموما المجتمعات هنا مش بتكلم على الانظمة القادة الزعمة انا بتكلم علينا احنا كمجتمعات احنا مجتمعات عاطفية جدا جدا وبعدين احنا شطار اوي في صياغة الشعارات الرائعة وبالمناسبة انا مش بهاجمك ولا بهاجم نفسي ولا بهاجمنا كلنا لما بيقولك ان احنا عاطفيين وبنقدر نصيغ شعارات رائعة شعاراتنا الرائعة دي لانها نابعة من عاطفتنا الحقيقية من شعورنا ووجدانا الحقيقي وقبل ما هفرجك على فيديو لطيف ويوريلك ازاي انه حتى الاطفال حتى الاطفال عندهم ايمان حقيقي بهذه القضية المركزية انا بس عايز ارجع معاك اللي كنت بتكلم فيه مع زميلاتي العزيزات على مسألة هو الاحتلال ده يعرف اي لغة غير لغة الالم فريهم قالت لغة المصالح اذا فلنستخدم لغة المصالح لإيلام هذا الاحتلال لانه بمنتهى البساطة اذا كنت حضرتك تتذكر انتفاضة الاقصى فيه كان مجموعة من المشاهد من انتفاضة الاقصى ثم غدؤها لو صح التعبير ولن اسميها الخمود كما يحب البعض ان يستخدمها في ادبياته في 2009 لانها فضلت مشتعلة نوعا ما ثم بدأت تفتر او تهدأ لكنها لن تخمد ولم تخمد في السابق وصولا لحد عدوان 2014 برضو على قطاع غزة فلسطين عايزة فكارك بانه هذا الاحتلال عمليا بقدر ما صورة محمد الدرة وابوه لفت العالم وهزت العالم ده لم يثني الاحتلال بالمناسبة عن انه يبطل قتل في الاطفال لانه بعدها بسنة على طول كان فيه قصة شهيرة اظن حضراتكم عارفينها قصة الرضيعة ايمان حج اللي كان عندها اربع شهور وهي وولدتها في زيارة لقرايبهم كانوا في خان يونس فضرب منزل هؤلاء الاقارب العاديين قعدت سيدات فلسطينيات مع بعض داخل منزل العيال بتلعب ايمان حجه في حجر امها فيضرب تضرب قذيفة شوف بقى هنا التقديرات الالهية تنجو الام وتقتل الرضيعة فترتقي شهيدة بشظية عدت من ظهر البنت ام اربع تشهر فتحت سدرها من قدام طفلة قد كده هو انا شفت ايمان حجه طيب هل توقف الاحتلال ايضا بعد ان لفت وجالت صورة ايمان حجه العالم واصبحت القصة التي يسيل عليها لعاب الصحافة العالمية لا الاحتلال ما تحركش برضو يعني ما بطلش اتلف الاطفال خلي بالك اقول لك دي مجرد لمحات لازم تفتكر فارس عودة برضو كانت صورة شهيرة جدا طفل صغير قد كده هو قد كده هو بالمعنى الحرفي قد كده وقف قدام الدبابة يحدفها بالطوب ده فارس عودة ما كان من المجموعة اللي جوه الدبابة غير ان هم رحوا منزلين المصورة والتوجيه ناحية الواد وضربينه بصاروخ قذيفة من الدبابة قذيفة الدبابة في مواجه الطفل بيرمي طوبة السؤال وهل هذا اثنى الاحتلال عن قتل الاطفال تاني انا بكلمك على لمحات دول مش كل الاطفال اللي قتلهم الاحتلال لا دول يمكن الصور الشهيرة اللي شافها العالم بس هل العالم اتحرك هل اثنى الاحتلال عن ذلك هل الاحتلال كان فيه عنده اي جانب يرضعه سواء اذا كان جانبا انسانيا او ضغط من الولايات المتحدة الامريكية او بريطانيا اللي بيحركوه علشان يبطل يقتل الناس في فلسطين او يبطل يستهدف الاطفال استهدافا مباشرا الدرة استهدفة مباشرا فارس عودة استهدفة بشكل مباشر بدبابة دبابة بتضرب على بني ادم شيء في منتهى الغرابة فما بالك انها بتضرب على طفل فطبعا فارس عودة اتفرتك عيلة ولاد بكر عيلة اسمها بكر اسرة اربع اطفال بيلعبوا قدام البيت على شط البحر في غزة بالمناسبة في فلسطين الزوارق الاسرائيلية معدية شافت العيال بتلعب على شط عيال امطروهم بوابل من النيران من زوارق سواريخ اسرائيلية ضربوا على اربع عيال سواريخ تحولوا الى اشلاء اجزاء من اجسامهم تبخرت مش تفحمت انتهت طارت مش موجودة اصلي دول ولاد بكرة على سبيل المثال خضير اللي اتخطف من القدس صاحي بدري عاوز يصلي الفجر وهو مقدسي فرحان ماشي فجأة نزل عليه هنا بقى اسبك من قوات الاحتلال عشان هتبقى فاهم انه هذا المجتمع هو كل مجتمع مسلح ومجتمع متوحش بكل ما تعنيه الكلمة مجتمع متوحش هم المستوطنين دول ميليشيا ولا جيش ولا مدنيين محدش عارف نهينا عن انه سن التجنيد هناك بيبدأ من 16 مش دي القص فخضير رايح يصلي الفجر فينزل عربية ممتلئة بالمستوطنين ينزلوا يختفوا هذا الطفل ياخدوه جوه العربية يختفوا لسويعات هذا هو سويعات صح؟ مفاجأة نلاقي خضير ملقى في الطرقات ملقى وهو حي لا ده عذب حتى الموت شحطة مستوطنين شحطة نزلوا خطفوا طفل يالا يتأه رجل خطفوا طفل وعزبوه وبعدين رموه على قارعة الطريق بس خلص هل الاحتلال بطل يعمل حاجة؟ طب هل حاكمهم؟ طب هل حصل أي شيء؟ لا على الإطلاق هل في قصص من دي؟ هل هي عشرات؟ لا هل هي مئات؟ هل هي ألاف؟ طبعا هي عشرات الألاف عشرات الألاف من زمان من بدايات القرن العشرين وعشرات الألاف لو عاوز تحسبها من الثلاثينات وعشرات الألاف برضو لو عاوز تحسبها من سنة الثمانية واربعين وبرضو هتلاقي العدد بعشرات الألاف لو حبيت تحسبها من سبعة وستين وبرضو عشرات الألاف من الانتفاضة الأولى والانتفاضة التانية وحتى هذه اللحظة الاعداد دائما بعشرات الالاف يعني احنا بنتكلم على مليون او يزيد وقد يكونوا بضع ملايين ارتقوا عند ربهم سبحانه وتعالى شهداء بيد الاحتلال السؤال وهل الاحتلال اتغير لا حزب العمل يحكم الليكود يحكم حكومة اقتلافية من المتشددين تحكم مش دي القصة على الاطلاق ولا يجب انك تأخذك عواطفك على ان حزب العمل ارحم من الليكود والليكود ارحم من الحكومات الاقتلافية بتاعت المتشددين لانه كلهم في الوحشية سواء لازم تبقى مقتنع بكده وفاهم ده لانه بمنتهى البساطة السردية تاريخية احنا بنتكلم على وقائع حدثات صور وقصص صحفية العالم كله تناولها طب وهل تحرك العالم لا طب هل الاحتلال اثني عن ما يقوم به من سخائم وشنائع ومدابح ومجازر برضو لا طب هل الامريكان بطلوا يدعموا الاحتلال لا طب هل البريطانيين بطلوا يدعموا الاحتلال برضو لا طب هل هم هيبطلوا برضو لا وخليك واسق من انه لا واشنطن ولا لندن هترفع ادها عن حماية الكيان الصهيوني المحتل للارض العربية فلسطين والجلال اذا يلا نختلق صراعة يلا نعمل خناءة باي شكل من الاشكال لانه الخناءة بالنسبة له مجزية جدا الخناءة اللي احنا بتتكلم عليها هذه المجازر قدت الى انه لو تفتكر في البداية خالص كل اللي قاله لنا جو بايدن انه هيدي حزمة هي الاكبر تاريخيا في تاريخ العلاقة ما بين البلدين ما بين ولاد المتحدة الامريكية وما بين هذا الكيان الصهيوني المحتل فهيدي لهم اكبر حزمة في تاريخ العلاقة ما بين هاتين البلدين هل هي مكافأة عن اللي بيعملون او كما يدعي انها حماية لهم او كما هم يدعون ان هو الدفاع الشرعي عن النفس مش منطقة مفيش اي منطق ولا اي قانون ولا اي عرف ولا اي قيمة انسانية واحدة تقول انه ده يتعمل اذا عارف المقولة الشهيرة اما انا للفارسي انا ترجل لا هو انا للفارس ان يعتلي الجواد بقى يعني كفاه ترجلا طب يعتلي الجواد عشان يعمل عشان يضغط وضغط مؤلم الناس دي لا تعرف الا الالم هي دي اللغة اللي بيفهموها اوجعوا اوجعوا في اقتصاده اوجعوا في شركاته اوجعوا في اتفاقاته اوجعوا بكل الطرق اللي تقدر توجعوا بيها اذا كنت فعلا مخلص للقضية العربية اشتركوا في القناة